كما شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مرسم توقيع اتفاقية ايطارية للمنطقة الاقتصادية لقناة سويس مع شركة شاينا انرجي لانتاج الواقود الأقدر وتوقيع مذاكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة سويس وشركة يونيتد انرجي لانتاج كلوريد البوتاسيوم تستهدف لاتفاقية الاطارية اقامة مشروع لانتاج واحد واثنين من عشر مليون طن من الامونيا الخضراء ومئتين وعشرة ألف طن من الهايدروجين الأقدر سنويا باستثمارات تصل الى 6.7 مليار دولار بالمنطقة الصناعية بالسخناء فيما تهدف مذاكرة التفاهم لاستثمار في انشاء وتطوير مجمع لانتاج كلوريد البوتاسيوم بحجم استثمارات متوقعة تصل الى 8 مليارات دولار وفي هذا السياق اكد رئيس الوزراء اهتمام مصر بالتوسع في اقامة مشروعات الطاقة الخضراء واتحت المزيد من المحافزات جبا للاستثمارات لهذا المجال الواعد لافتا الى ان المنطقة الاقتصادية لقناة سويس اصبحت احد اهم مراكز انتاج الطاقة الخضراء بشرق الاوسط وافريقيا ترجمة نانسي قنقر